اشتركوا في القناة وجود الإمام المهدي وجود الله سبحانه وتعالى هناك كثير ينكره الملاحدة ينكرون وجود الله مع أن وجود الله من أبده البديهيات أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ما في شك لكن يشوف واحد دكتور مهندس بورفسور ملحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى لأن حالات نفسية وحالات الظلم الذي كانت في أوروبا القرون الوسطى حيث كان البابوات يحكمون باسم الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يفعلون من الظلم وانتهاك الحرمات والأمور الأخرى أيضا الإله الذي يعرفه النصارى في إنجيلهم هذا لا يمكن أن يكون إلها واحد يتصارع مع يعقوب مثلا هذا رب العالمين بعديا يظهر بشكل عيسى كما يزعمون ثم يقتل هذا ما يمكن أن يكون رب العالمين زيان فهذا الدكتور البورفسور كذا ينكر وجود الله مع بداهته لحالة نفسية أو لأجل أن النصرانية تعرض رب العالمين بطريقة سخيفة جدا إذا هكذا ينكرون وجود الله ينكرون نبوة الرسول محمد حسن واحد ينكر وجود الإمام المهدي عزل الله تعالى فرجه الشريف هكذا يوجد يستهزئ به هكذا يوجد كما يستهزئون بوجود الله سبحانه وتعالى العقائد الحق صحة دليلها ووضوحها بل بداهت بعضها هذا لا يعني أن الناس أو كثير من الناس يتقبلها فيه خلل فيه جهل فيه حالة نفسية الله سبحانه وتعالى حول القرآن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه من الواضحات القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ومع ذلك تجد كثير من الناس يرتابون فيه لماذا يرتاب فيه مع أنه لا ريب فيه هو بذاته لا ريب فيه واضح بس هذا الإنسان على عقل حجاب على قلب غشاوح لذلك لا يدرك هذا النور مثل واحد أعمى والشمس في رابعة النهار يقول لا وجود للشمس ليش لأني لا أراها زين ليش لا يراها لأنه أعمى المشكلة ليس في الشمس المشكلة في بصري هذا وهكذا البصير على كل حال ينكرون وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فلينكروا هذا لا يضر الحقيقة شيئا كما ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وذلك لا يضر الحقيقة في شيء موسيقى